أهلاً بكم في نظام إدارة التعلم بجامعة الملك خالد ربط نظام إدارة التعلم بموقع الفيسبوك سنتعلم في هذا الشرح ما يلي طريقة ربط أو مزامنة نظام إدارة التعلم البلاكبورد بموقع الفيسبوك يعتبر الفيسبوك أحد مواقع الإنترنت للتواصل الاجتماعي وأشهرها على الإطلاق حيث بلغ عدد المستخدمين حالياً أكثر من 350 مليون مستخدم وأدات الفيسبوك أدى مهمة في التواصل في عالم التقنية وحرصاً من عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد على دمج التعلم في جميع جوانب حياتك وتسهيل الوصول إلى مقرراتك الدراسية والتعرف على كل جديد يطرأ على مقرراتك قامت بإنشاء تطبيق خاص بموقع الفيسبوك بالتعاون مع البلاكبورد وسنتعلم الآن كيفية ربط مقرراتك الدراسية بالفيسبوك نقوم الآن بالدخول إلى نظام إدارة التعلم البلاكبورد أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ثم اضغط على تسجيل الدخول تظهر لنا الآن الواجهة الرئيسية لنظام إدارة التعلم والذي يحتوي على وحدة قائمة المقررات الدراسية الخاصة بك ومن وحدة أدوات نختار بلاكبورد سينك مزامنة البلاكبورد تظهر لنا صفحة جديدة تحتوي على البرامج أو المواقع التي تريد أن تقوم بعمل تطبيق مزامنة لنظام إدارة التعلم البلاكبورد معها ونختار الآن الفيسبوك تظهر صفحة جديدة نقوم بتحديد هذا المربع للموافقة على اتفاقية الاستخدام ثم نضغط على كونتونيو أو استمرار تظهر الآن صفحة الدخول إلى الفيسبوك قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والمسجل مسبقا في الفيسبوك وكذلك كلمة السر ثم اضغط على تسجيل الدخول وإذا لم يكن لديك بريد مسجل في الفيسبوك فيجب أن تقوم بالتسجيل أولا في الفيسبوك نشاهد هنا التطبيق الخاص بمزامنة نظام إدارة التعلم البلاكبورد مع الفيسبوك ونشاهد هنا في هذا الشريط أولا What's new؟ ما هو الجديد؟ يقوم بعرض عنويل لكل شيء جديد أضيفه في المقررات الخاصة بك هذا هو اسم المقرر وهذا عنوان الإضافة التي أضافها المحاضر ننتقل الآن إلى رابط Anouance Mint الإعلانات نشاهد جميع الإعلانات التي أضافها المحاضر لجميع المقررات المسجلة لديك نشاهد مثلا هذا الإعلان ضمن هذا المقرر ونشاهد هنا رابط ينقلك إلى نظام إدارة التعلم البلاكبورد ننتقل الآن إلى رابط آخر وهو رابط Forms المنتديات ونستطيع من خلالها مشاهدة رابط للمنتدى الذي أضيفت فيه المشاركات كما نشاهد في هذا المقرر يوجد به مشاركة واحدة في المنتدى العام وللذهاب إلى هذه المشاركات نضغط على هذا الرابط مباشرة ينقلنا إلى صفحة هذا المنتدى في نظام إدارة التعلم كما نرى الآن نذهب الآن إلى رابط Materials والذي يحتوي على روابط لجميع الإضافات التي أضافها المحاضر في قسم المحاضرات أو الواجبات كما نشاهد هنا في هذا المقرر أضاف المحاضر الواجب الأول وكذلك الدرس الأول وللذهاب إلى هذا الواجب أو الدرس قم بالضغط على الإسم مباشرة لكي ينقلك إلى هذا الواجب أو الدرس في نظام إدارة التعلم ننتقل إلى رابط Grades الدرجات من خلالها تستطيع مشاهدة درجاتك التي وضعها المحاضر لأي نشاط قمت به في جميع المقررات المسجلة لديك أخيراً Course Maps خرائط المقرر نشاهد هنا خارطة تفصيلية لجميع محتويات المقررات المسجلة لديك كما نرى الآن وبهذه الطريقة تستطيع أن تتعرف على كل ما هو جديد في المقررات الخاصة بك عن طريق الفيسبوك وسنتعلم في الدرس التالي كيفية الدخول إلى صفحة تطبيق نظام إدارة التعلم الإلكتروني البلاكبورد عن طريق موقع الفيسبوك بعد أن قمنا بعملية المزامنة بين نظام إدارة التعلم البلاكبورد والفيسبوك شكراً لمتابعتكم